ووصل الكلام إلى الرواية المهمة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه في تفسير إمامنا الحسن العسكري إنها رواية التقليد الرواية طويلة ومرارا وكرارا قرأتها وشرحتها ووقفت عندها وأنا لا أملك وقتا كثيرا لذا سأذهب إلى موطن الحاجة منها الرواية تحدثت عن مجموعة قليلة من فقهاء الشيعة الممدوحين وهم قلة قليلة وتحدثت عن كثير من مراجع التقليد عند الشيعة وتحديدا الذين تقلدهم الشيعة هؤلاء بحسب إمامنا الصادق أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه الشيعة الذين يقلدونهم عاقبتهم الضلال الإمام الصادق يقول فضلوا وأضلوهم المراجع ضلوا وأضلوا الشيعة معهم فيضلونهم يضلون الشيعة ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب فأكثر الشيعة إلى الضلال إذن من الذي ينجو؟ قلة قليلة الإمام يقول الإمام الصادق صلوات الله عليه لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام من الشيعة أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه وهذا هو الإخلاص بالنسبة لعوام الشيعة لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر في يد مرجع التقليد الشيعي إنه المرجع الأعلى أو المراجع الآخرون الذين أكثر الشيعة يقلدونهم حين أقول المرجع الأعلى لا أتحدث عن شخص بعينه وإنما المرجع الأعلى عبر تأريخ حوزة النجف منذ سنة أربعمية وثمانية وأربعين منذ تأسست هذه الحوزة وإلى يومنا هذا وما سيأتي في قادم الأيام فإمامنا الصادق مدح القلة القليلة من الشيعة لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه لم يتركه في يدي هذا الملبس الكافر إنه المرجع الأعلى إنهم المراجع الكبار الذين تقلدهم الشيعة لم يتركه في يدي هذا الملبس الكافر ولكنه يقيض له مؤمنا فقيها مؤمنا يقف به على الصواب ثم يوفقه الله تعالى للقبول منه يقيض له مؤمنا يسبب له الأسباب ولما تتهيأ الأسباب ويطلع هذا الشيعي من عوام الشيعة يطلع على حقيقة ذلك الفقيه المؤمن فإنه سيوفق للقبول منه ولكنه يقيض له مؤمنا يقف به على الصواب هذه المرحلة الأولى ثم يوفقه الله تعالى للقبول منه فيجمع له بذلك خير الدنيا والآخرة ويجمع على من أضله الإشارة إلى المرجع الأعلى ومن معه من مراجع التخليط ويجمع على من أضله لعن الدنيا وعذاب الآخرة الرواية واضحة هناك فقهاء الصالحون قلة وهناك من عوام الشيعة مخلصون قلة فصاحب الأمر يهيئ الأسباب كي يتواصل هؤلاء القلة من عوام الشيعة المخلصين مع القلة من فقهاء الشيعة الصالحين المخلصين أيضا وهذا يتحقق في أجواء الحاضنة الحسينية فهؤلاء هم المخلصون مثل ما قال إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه أولئك المخلصون حقا وشيعتنا صدقا والدعاة إلى دين الله عز وجل سرا وجهرا فهؤلاء هم الفقهاء الفقهاء الصالحون المخلصون وهم قلة قليلة الشيعة لا تقلدهم الذي يدل على ذلك فإن أكثر الشيعة مع المراجع السيئين الذين هم أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه بحسب الرواية فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه هكذا يقول إمامنا الصادق صلوات الله عليه فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم إلا بعض بعض وذلك لا يكون هذه الجملة لا يقرؤونها لكم يقتطعون ما جاء من مديح للفقهاء ولا يكملون كلام إمامنا الصادق من أن المديح هو للقلة القليلة فهذا هو المصدر الأصل لهذه الرواية الشريفة تفسير إمامنا الحسن العسكري فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم الأكثر فاسدون القلة القليلة صالحة وتستمر الرواية تحدثنا عن أن الشيعة سيقلدون الفاسدين فضلوا وأضلوهم لو كان الشيعة قد قلدوا الصالحين لما قال الإمام الصادق في الرواية نفسها فضلوا وأضلوهم ثم يقول فيضلونهم مراجع التقليد الذين ستقلدهم الشيعة فيضلونهم يضلون الشيعة ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب الإمام يتحدث عن أكثر الشيعة وأكثر الشيعة يقلدون المرجع الأعلى والذين هم في طبقته من المراجع المشهورين من أصحاب الرسائل العملية ومن الذين عندهم مكاتب وبرانيات معروفة في النجف وكربلاء من الذين لهم وكلاء وتقام المساجد والحسينيات بأسمائهم هؤلاء هم الذين يتحدث عنهم الإمام الصادق لأن أكثر الشيعة تقلد هؤلاء والإمام وصف أكثر الشيعة بأنهم ضالون بسبب ضلال مراجعهم مدح قلة من الشيعة لا جرم أن من علم الله من خلبه من هؤلاء العوام هؤلاء أفراد يعدون ويحسبون على أصحاب عليات لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر في يد المرجع الأعلى ومن في طبقته قلت إنني لا أقصد هنا شخصا بعينه لا خوفا من أحد فهذه الرواية تنطبق على السيستاني وعلى المراجع الكبار في النجف بأجمعهم لكنني حينما أشرح الرواية فإنني أتحدث عن كل مراجع الشيعة منذ زمان الطوسي وإلى يومنا هذا لذا لا أشخص شخصا بعينه فحينما أقول المرجع الأعلى في كل زمان فيما مضى وفيما حضر وفيما سيأتي الرواية واضحة أكثر الشيعة على الضلال وأقل الشيعة على الهدى أقل الشيعة على الهدى هل قلدوا المراجع المعروفين أبدا الإمام وصفهم بال ملبسين الكافرين وصف المرجع الأعلى بالملبس الكافر لا جرم أن من علم الله من خلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر ولكنه يقيض له مؤمنا يقف به على الصواب ثم يوفقه الله تعالى للقبول من فيجمع له بذلك خير الدنيا والآخرة ويجمع على من أضله لعن الدنيا وعذاب الآخرة على المرجع الأعلى ومن في طبقته من المراجع الكبار الإمام الصادق يلعنهم لست أنا الذي ألعنهم الإمام يلعنهم ويجمع على من أضله لعن الدنيا وعذاب الآخرة الرواية واضحة وصريحة وهي تتحدث عن أجواء الحاضنة الحسينية قد تقولون كيف الإمام الصادق حين تحدث عن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة بماذا وصفهم لم يصفهم من أنهم من أتباع الخليفة الأول أو الثاني لم يصفهم بأنهم من الخوارج مثلا وصفهم بوصف واضح هكذا قال وهم أضروا على ضعفاء شيعتنا ضعفاء الشيعة ضعفاء العقيدة لماذا هم ضعفاء العقيدة لأنهم يأخذون عقائدهم من حوزة الطوسي التي عقائدها لا علاقة لها بمحمد وآل محمد وإذا كان عندهم من شيء صحيح فقد أخذوه بالوراثة من الثقافة العامة المتوارثة عبر الأجيال من بقايا أحاديث أهل البيت التي بقيت راسخة في أذهان عوام الشيعة وإلا إذا رجع الأمر إلى المرجع الأعلى وبقيته المراجع فإنهم سيتغوطون عليها هذا هو منطق مراجع النجفي وكربلاء فما عند عوام الشيعة من شيء صحيح توارثوه من العوام من الذين سبقوهم من آبائهم وأجدادهم لأنهم لا يقرؤون كتب المراجع ولذا فإن المعممين هم الأكثر ضلالا لاقترابهم من المراجع الكبار من هؤلاء الملبسين الكافرين كما وصفهم إمامنا الصادق في الرواية الشريفة التي أقرأها عليكم من تفسير إمامنا الحسن العسكري فوصف أكثر مراجع التخليد عند الشيعة من أنهم أضر على الشيعة من شمر ومن حرملة وإنما تستبان الأشياء بأضدادها إذن فالمراجع الصالحون هم مراجع مراجع الحاضنة الحسينية التي لا وجود لها فلا وجود لفقهاء ومراجع صالحين الحاضنة الحسينية بحسب ما يريد صاحب الأمر لا وجود لها بيننا يجب علينا أن نقوم ببنائها وإنشائها لأن حوزة الطوسي وما أنتجت نصب لنا حاضنة أموية بل هي أسوأ من الحاضنة الأموية لأنهم أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه إذن المخالفون لهؤلاء المراجع لابد أن يكونوا حسينيين المخالفون لهؤلاء المراجع لابد أن يكونوا حسينيين بوعي حسيني وفقا لقرآن محمد وآل محمد المفسر بتفسيرهم لا يشتبه عليكم الأمر فتتصورون أن محمد الشيرازي أو أن صادق الشيرازي من هؤلاء لهذا السبب في التطبيقات جئتكم بمحمد الشيرازي وبصادق الشيرازي حتى لا تختلط الأمور عليكم ما قدمته من أمثلة لم يكن بنحو اعتباطي كان الاختيار دقيقا كي يترابط الموضوع الأمثلة التي جئتكم بها ما جئتكم بها هكذا من دون عناية وانتقاء لقد انتقيتها انتقاء وبعناية فائقة كي يتواصل البحث بشكل دقيق الرواية واضحة أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى هم أعداء الحاضنة الحسينية ولذا هم أضر على ضعفاء الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه هم أعداء الحاضنة الحسينية من هنا نفهم من أن الفقهاء الصالحين الذين يريدهم صاحب الأمر بحسب مواصفات صاحب الأمر لابد أن يكون فقهاء للحاضنة الحسينية وكذلك الشيعة الذين يأخذون دينهم من هؤلاء لابد أن يكون من قطان الحاضنة الحسينية فمقلد أعداء الحاضنة الحسينية سيكونون أعداء لمقلدي فقهاء الحاضنة الحسينية لو وجدوا هذه هي الحقيقة الموجودة في ثقافة العترة الطاهرة هناك حاضنة حسينية فيها فقهاء وفيها من عوام الشيعة المخلصين وهناك الأعم الأغلب في المجتمع الشيعي يحاربون الحاضنة الحسينية فقهاء فقهاء يحاربون فقهاء الحاضنة الحسينية إن وجدوا ومقلد الفقهاء الأنجاس الذين هم أنجس من شمر وأنجس من حرملة وهم المراجع الكبار من المرجع الأعلى ومن هم في طبقته من الذين أكثر الشيعة تقلدهم هؤلاء المراجع الأنجاس الأرجاس الذين هم أنجس من شمر وأنجس من حرملة يحاربون فقهاء الحاضنة الحسينية إن وجدوا إن وجدوا وفي زماننا لا وجود لهم الساحة خالية للمراجع الأنجاس الأرجاس الذين هم ألعنوا من شمر وألعنوا من حرملة هذا هو منطق صادق ما هو منطقي هذا حديث إمامنا الصادقي صلوات الله وسلامه عليه كذبوه ردوا عليه الرواية لا تحتاج إلى إثبات الواقع الواقع يصدقها وهي تصدق الواقع الواقع الشيعي منذ سنة 448 هو هذا وهذه الرواية تنطبق على الواقع الشيعي منذ سنة 448 للهجرة وإلى يومنا هذا وما بعد يومنا هذا نذهب إلى فاصل